خبير يوضح تفاصيل تعديل قانون الإيجارة القديمة إصدار تشريع جديد لوحدات مؤجرة لأشخاص اعتبارين هل يمثل هذا بداية حل أزمة الإيجارة القديمة ومفاجأة مادة في قانون الإيجارة القديمة تمنح المالك حق الإخلاء بعد 30 يوم أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تدعم المقطع بلايك مع نشر إغبارية جديدة تضم 3 أخبار مهمة جدا بشأن تعديلات قانون الإيجارة القديمة الأخيرة نبدأها بالعنوين ثم نلحقها بالتفاصيل الخبر الأول خبير يوضح تفاصيل تعديل قانون الإيجارة القديمة الخبر الثاني إصدار تشريع جديد لوحدات مؤجرة لأشخاص اعتباريين هل هذا يمثل بداية لحل أزمة قانون الإيجارة القديمة والخبر الثالث والأخير مفاجأة مادة في القانون الإيجارة القديمة تمنح المالك حق الإخلاء بعد 30 يوم تفاصيل الأخبار الخبر الأول خبير يوضح تفاصيل تعديل قانون الإيجارة القديمة كشف الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب قال الحسين حسان إن إجمال عقارات الإيجار القديم تبلغ قيمتها 3 مليون عقار و88% من هذا العقارات متخذة بشكل ثكني والآخر تجاري وأضاف حسان خلال لقاءه ببرنامج صباح الورد إن هيئة الأوقاف إجمالي 50 مليار جنيه جزء كبير من ممتلكاتها منها إيجار قديم يصل قدرته إلى 6 أو 7 جنيه وأوضح خبير التطوير الحضاري والتنمية إن هناك 13 قانون متعلقين بالإيجار القديم والتي تحث على خفض القيمة الإيجارية من 15 إلى 20% وأكد إن الجزء كبير من عقارات الإيجار القديم لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها كما عدا قانون الإيجار القديم لإصارة الجدل مرة أخرى في أوساط الشارع المصري لسما بعد ما أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولي يوم الأربعاء الماضي الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني الأمر الذي جعل المواطنون يتفائلون على من تطبق التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجارات القديمة يستعرض موقع صدى البلد في هذا الفيديو تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافقت عليه الحكومة يوم الأربعاء الماضي لحسم الجدل المسار بين مواطني الشارع المصري بعد سنوات من إغلاق الملف أعادت الحكومة إحياء مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن بزيادة القيمة الإيجارية وتحديد المدة من أجل أن يكون هناك مسافة للجهات الاعتبارية بتنظيم أمورها وقدمته إلى مجلس النواب مرة ثانية وذلك في دور الإعقاد الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن الموجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني نص مشروع الحكومة اكتصرت المادة الأولى على الأماكن الموجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق مع الطرفين مع غير ذلك ونصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن الموجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز خمسة سنوات من تاريخ العمل بالقانون الخبر الثاني وهو بعنوان إصدار تشريعي جديد لوحدات مؤجرة لأشخاص اعتباريين هل هذا يمثل بداية لحل أزمة قانون الإيجار القديم؟ تفاصيل الخبر بشطة الطرق وبأيسر الثبل تسعى القيادة السياسية لحل أزمة الإيجارات القديمة رغم أنه يمثل ملف شائك يحتاج إلى حزر شديد في التعامل معه واعتبر أعضاء بمجلس النواب مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن الموجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني بداية لحل المشكلة التي يعاني منها ملاك الوحدات السكنية القديمة تضمن التعديل زيادة القيمة الإيجارية وفترة انتقالية تصل إلى مدة خمسة سنوات وزيادة الأجرى خمسة أضعاف وكذلك زيادة النسبة 15% بالنسبة سنوية يرى الدكتور وليد جاب الله عدو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن مشروع القانون الحالي بداية للتصدي للإيجار القديم وسبق أن تقدم مجلس الوزراء بهذا المشروع في شهر 6-2019 وتابع مجلس النواب السابق بحث هذا المشروع وأضافت لجنة الإثكان إليه أن يطبق على حالات الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين أيضاً مثلما يطبق على الأشخاص الاعتباريين يجب أن تكون هناك أحكام واحدة للإيجار لغير غرض السكن لكل الطرفين أوضح جاب الله في تصريح لموقع الدستور إن الاقتراح فشل في الحصول على أغلبية من مجلس النواب تقر هذا المقترح في الجلسة العامة وفشل هذا القانون أما الآن بعد أكثر من سنة ونص تعيد الحكومة إرسال القانون مرة أخرى بعد أن حدست من المشكلات والقضايا في المحاكم بسبب تطبيق المحكمة الدستورية الخاص بإنهاء العلاقات الإيجارية لغير غرض السكن للأشخاص الاعتباريين بمنطوقه دون إصدار نص تشريع يلزم أما عن انتهاء أزمة قانون الإيجار القديم أكد إن هناك كثير من الأفكار والمقترحات للتعامل مع تلك الأزمة ولكن لا يوجد إجراء محدد وينتظر الملف سواء دوره في ترتيب أولويات الملف خلال عمليات الإصلاح الهيكلي التي تتم في مصر وتابع ملف الإيجار القديم من القضايا بلغة التعقيد والسبب إنها بدأت منذ منتصف الأربعينات من القرن الماضي وتنولتها مجموعة كبيرة من التشريعات أدت إلى تنوع الملاكذ القانونية بين أطراف العلاقة قال المستشار صبر الجندي المستشار السابق لوزير التنمية المحلية إنه في خلال مدة ما زيتش عن خمس سنين بيتم إخلاء الأماكن التي تم استئجارها لغير الأغراض السكنية ومن هنا حتى خمس سنين بيتم رفع القيمة الإيجارية خمس أضعاف زائد خمسة في المية بنسبة سنويا وتابع قائلا القانون بيسري على من يستأجر شؤة وقومتها للسجيل المدني على سبيل المثال أو مكتب بريد أو مخازن أو مدرسة أو أي نشاط بيتم إخلاءه في مدة ما زيتش عن خمس سنين ويطبق عليها باقي القانون طيب الخبر الأخير في النشرة والأخبر الأهم مفاجأة مادة في قانون الإيجار القديم بتمنح المالك حق الإخلاء بعد تلاتين يوم تساؤلات عديدة شهادتها محركات البحث والجروبات الخاصة بملكم استئجرين الإيجارات القديم على مواقع التواصل الاجتماع فيسبوك وجوجل حول الصغارات التي تسمع بفسخ عجل الإيجار القديم قد ساهمت القرارات الحكومية الأخيرة بشأن تعديل بعض أحكام القانون فسخ عجل الإيجار حدد قانون الإيجار القديم شروط فسخ العجل بين المالك والمستاجر والتي جاد من بينهما عدم التزام المستاجر بسداد الإيجار أو القيمة الإيجارية المتفق عليها في عجل الإيجار المبرم ذلك البند الذي أصار تساؤلات عديدة فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يحق للمالك بعدها رفع دعوة طرد للمستاجر في حال عدم دفع الأخير للإيجار فسر أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضررين من قانون الإيجار القديم هذا البند قائلا مع أول شهر لم يدفع المستاجر فيه القيمة الإيجارية يحق للمالك أن يرفع دعوة طرد المستاجر من الوحدة السكنية وهو يعتبر البند السحري الذي يمكن للمالك منه إخلاء الوحدة فورا وضاف البحيري في التصريحات لموقع الوطن إن الالتزام بالقيمة الإيجارية من الأشياء التي اشترطها قانون الإيجار القديم لضمان سوريان عقد إيجار الوحدة حيث أن عدم انتظام المستاجر في دفع القيمة الإيجارية يؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستاجر عن طريق رفع المالك دعوة الطرد ويسبح العقد لاغيا في حال استمرار المستاجر في عدم دفع الأجر للمالك وفي الكثير من الأحيان ترسل الدعوة على يد محضر إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك وإن كان عندك أي سفسار فاتفضل كلمنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرفق رابط الصفحة أسفل كل فيديو شكرا لك على المشاهدة